أقام اتحاد المحامين الخليجيين بالتعاون مع جمعية المحامين البحرينيين المؤتمر السنوي الثالث للاتحاد تحت شعار مستقبل مهنة المحامة في دول مجلس التعاون الخليجي في ظل التطور التكنولوجي وضم المؤتمر ضم عددا من النخبة في قائمة المتحدثين والمشاركين والضيوف من دول مجلس التعاون الخليجي سعيا للارتقاء بمهنة المحامات وتعزيز قدرات العاملين في هذا المجال الحيوي جاء تنظيم المؤتمر السنوي الثالث لاتحاد المحامين الخليجيين من قبل جمعية المحامين البحرينية وذلك بمشاركة محلية وخليجية نوعية تؤكد الدور المحوري لمهنة المحامات وضرورة مواكبة جميع التطورات التكنولوجية والتشريعية والعلمية التي تواجه العاملين في هذه المهنة ما يثرج الصدر اليوم في هذا المؤتمر أن نخب كثيرة وكبيرة حضرت بكل همى ونشاط وتحمل عناء السفر للحضورة المشاركة في مؤتمرنا وهذا دليل على الوعي ودليل على الاهتمام ودليل على محبته للمحامين والبحرين بشكل خاص ومما يثلت الصدر أيضاً الكل يريد أن يرتقي ويستفيد من الندوات الحضور الكبير والمشرف سواء من ناحية المكانة القانونية لعدد كبير من المحامين من دول مجلس تعاون لدول الخليج العربية حاضراً في هذا المؤتمر وكذلك من ناحية العدد وأيضاً أوراق العمل التي ستطرح في هذا المؤتمر ستعود بالنفع وستنعكس طبعاً إيجاباً على المحامي من منطلق الحرص على تعزيز العمل الخليجي المشترك وتوسيع مجالات التعاون إلى التعاون في المجالات القانونية والمحامة تباحث المشاركون في هذا المؤتمر من خلال عدد من الجلسات والمحاور كل ما يهم العاملين في مجال المحامة من الأبواب العلمية والعملية والتقنية نأمل أن يقدم هذا المؤتمر توصيات تساعد في تطوير مهنة المحامة في دول الخليج العربية في ظل التطور التكنولوجي الذي تواجهه مهنة المحامة ومن ثمن ذلك الذكاء الاصطناعي وتقديم الاستشارات من خلال أجهزة الذكاء الصناعي وأيضا الحضور عن بعد وتأثير ذلك على حقوق الأفراد وحرياتهم سواء في القضايا المدنية والتجارية أو القضايا الجنائية كل شخص مهني يعلم هو مدى أهمية اتحاد المحامين الخليجيين لأن لدينا هدف سامي في هذا الاتحاد هو يتبلور حول حقية المحامي الخليجي في الترافع والوقوف أمام كافة دول مجلس التعاون أي نعم هناك تحديات لكن نحن مصرين على أن يكون هذا الاتحاد هو النواة الأولى نخب فكرية وثقافية وتشريعية وشبابية حرصت على المشاركة الفاعلة في هذا المؤتمر مشددين على أهمية تعزيز عمل المحامة وحلحلة جميع التحديات والعراقيل لمزيد من الفاعلية في تطوير المهنة لأداء دورها ورسالتها النبيلة في الدفاع عن الحقوق وتحقيق العدالة موضوعات مهمة ومناقشات علمية وحقوقية استفاض بها متحدثون مؤتمر السنوي الثالث لاتحاد المحامين الخليجيين بحضور وتفاعل كبير من مختلف الدول والمنظمات الحقوقية والقانونية المشاركة هنا في العاصمة المنهمة يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين